السيد الرئيس لم يكن الغرض من جانبنا أن نشير بالاسم إلى أي أحد في هذا النص الزميلي من كندا يقول أننا لا نتحدث عن الرهائن أننا نتحدث عن الرهائن بطريقة متوازنة بالإشارة إلى إطلاق الصراحة كل من هم محتجزين رغم إرادتهم ليس الإسرائيليون فقط محتجزون بل الفلسطينيون كذلك وهم بشر ولهم حقوق ولو ركزنا على إسرائيل فقط ونسينا الفلسطينيين لأنهم مختلفين هل هم ناس أقل شأن لو كانت كندا تتوخى الإنصاف والعدالة تفقت في الرأي إما أن نسمي الجميع من الطرفين المتهمين بارتكاب جرائم أو لا نشير بالإسم إلى أحد منهم كما اخترنا في أل 25 لا نشير إلى أحد منهم لو تم اعتماد أل 26 باكستان ستسحب المشاركة في التقديم الأل 25 وسنجد كل هجمات إسرائيل القوة المحتلة تجاه الشعب الفلسطيني المحتل أتمنى أن تطاح الفرصة في الوقت المناسب لأنها فعل ذلك ولكن أناشد كل الدول الأعضاء هنا ندائي إليهم هو لا يؤيد التعديل الكندية المتحيز غير المنصف وغير العادل ولا تتحيز ضد الفلسطينيين ولا تبرز هذا التحيز ضد الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال لأكثر من 50 عاما إما أن يشار بالاسم إلى الاثنين أو لا أحد نطلب وقف القتال الإسرائيليون ذهبوا على الأرض اليوم في غزاء هذا الواقع سيصاعد الأوضاع وهذا سبب الأحرى للجمعية العامة أن تصوت على مشروع القرار هذا لوقف القتال وهذا السرع وهذا ما يتعين علينا أن نفعله بعد ظهر اليوم شكرا سيد الرئيس شكرا سيد الرئيس